اشتركوا في القناة بولس الرسول قال ان احنا مش هناخد مرقص تاني لانه كان تعب في الطريق وبعدين رجع عن الرحلة ومكملش الرحلة معهم فقال ان اللي مكملش معنا الرحلة لا يأتي معنا وبرنابا الرسول كان ليه رأي تاني وقال انه لا هو ممكن يبقى نافع الخدمة فحصل خلاف شديد في الرأي بينهم او نوع من الاحتداد في الرأي وانفصلوا عن بعض بولس عن برنابا وبرنابا اخد سيلة وبرنابا اخد مري مرقص وراح به معده كده القبرس وبعده كده مصر وفي الاخر خالص جيه قديس بولس في رسالة تانية لتيموتاوس صاحة 4 يقول خذ مرقص واحضره معك لانه نافع لي للخدمة فمرقص اللي هو كان في الاول شايفه انه ماينفعش في الخدمة وماينفعش في الكرازة في الاخر قال عليه انه هو نافع لي للخدمة لكن ده بيورينا حتة التشجيع يعني برنابا ما قالش الموضوع انتهى ومرقص الرسول كده مش هينفعه وما يكملش خدمة تاني لكن خدوا المكان تاني ونجح في المكان التاني بعد كده رح مصر ومصر كلها بقت مسيحية بفضل يعني الكرازة الحلوة اللي عملها مري مرقص وده بيورينا قيمة التشجيع في حياتنا ازاي احنا فينا حتى لو فينا فشل مؤقت حتى لو فينا حاجة متعملتش كويس لكن ممكن بعد كده تبقى احسن من الاول وده اللي كان يعني تقريبا هدف القديس برنابا انه هو يشجع مري مرقص انه ما يزعلش وما يديش انه ما ينفعش فيه الرحلة الرحلة الاولى وما يكملش الخدمة لكن هو يقدر برضو يكمل الخدمة بصورة اخرى ويقدر ربنا يديله نعمة في مكان تاني فالموضوع ده موضوع بيبقى كبير جدا في حياتنا موضوع التشجيع اوقات سهل جدا ان احنا نهدم بعض وسهل جدا ان نحكم على بعض سهل جدا نقيم الحاجة وده خلاص انتهت على كده ده ما ينفعش وده ينفع لكن حلو الانسان اللي هو زي ما تقال عن المسيح للمجد قسم مرضودة لا يقصف وفتيلة مدخنة لا يطفق يعني انت عارفين الفتيلة المدخنة بتطلع دخان فيوعد واحد ينفخ فيها والدخان يطفل في عينيه ويديقه لكن هو كل ما بينفخ لحد ما في الاخر يعني تشتعل ويبقى فرحان انها اشتعلت برغم التعب اللي هو اكتازه فيها احنا برضو موضوع التشجيع مش سهل لكن في الاخر بيجي منتاج كبيرة خالص وفي ناس كتير ما كانش عندها ثقة في نفسها ولا في اي حاجة هي بتعملها وربنا بعد كده استخدمهم في حاجات كتير وبارك في حياتهم وفي الخدمة بتاعتهم فاحنا عاوزين نتعلم من القديس برنابة النهاردة ازاي ما عمر مرقص خدوا بالراحة تاني ويعني شجعوا وخدوا في مكان خدمة تاني لحد ما الخدمة بتاعته نجحت لدرجة نبولوس الرسول نفسه في الاخر قال هاتوا مرقص احضروا معك لانه نافع لي للخدمة بعد ما كان في الاول بيقول ما ينفعش يجي معنا خالص موضوع التشجيع في البيت في الاسر المسيحية مهم او تشجيع الاب والام لولادهم موضوع التشجيع في الكنيسة في الخدمة مع كل الناس موضوع التشجيع بين الناس علاقات اليومية ببعض ده موضوع بيفرق كتير خالص ان احنا نكون دايما مساندين ومؤادرين ونركز قوي على عمل ربنا في حياة كل واحد ازاي ربنا يقدر يدينا القوة ان احنا ننتصر على اي ضعف فينا لإلهنا كل مجد وكرم الابد امين اشتركوا في القناة